اهلا بكم عزيزي المشاهدين مرة تانية في فقرتنا العبوري التاني النهاردة هنتكلم عن موضوع شائك الحقيقة وبيهم عدد كبير من المواطنين المصريين مش بس هم لكن كمان قصرهم وكل المحيطين بيهم هيكلة الجهاز الإداري بيعمل في الجهاز الإداري المصري ما يقرب من 6 و7 من 10 مليون موظف يمكن بيمسوا ما يقرب من 30 مليون مواطن وحياتهم والحقيقة الموضوع أصار ضجة كبيرة في الإعلام بعد تطبيق القانون 18 وشفنا طبعا بعد رفضه من مجلس الشعب وهناك الكثير من الجدل حول هذا القانون لكن هنحاول نوضح في فقرة العبوري التاني وهي فقرة تسقيف المواطن ما هي هيكلة الجهاز الإداري وكيف ستعود بالنفع على مصر وزي ما عودناكم قبل ما نبتدي في الفقرة هنجاوب بعض الأسئلة الحقيقة فيه سؤال من السيدة فاطمة علي بتقول ليه هناك ضرورة لهيكلة الجهاز الإداري طبعا هيكلة الجهاز الإداري مهمة جدا لرفع الكفاءة للجهاز الإداري لأنه الجهاز الإداري ده بيكلف الدولة فلوس يمكن وصلت حجم نفقات الدولة على الجهاز الإداري مرتبات بس 218 مليار جنيه وده بيعادل 28% من الموازنة العامة وإذا كنا النهاردة عايزين نستثمر في بنية تحتية ونحقق تدمية اقتصادية كبيرة قصيرة المدى وطويلة المدى لابد من تمويل فالنهاردة هيكلة الجهاز الإداري ستساعدنا كثير في توفير الكثير من الأموال اللي تم إهضارها وكمان ستتحكم في أحجام الفساد المالي زي الإنفاق غير الضروري والسرقات إلى آخره وخلال طبعا كلامنا على هيكلة الجهاز الإداري سيبننا الأسباب الرئيسية للهيكلة والزايحة التامة الأستاذ أحمد علي بيتكلم على العاملين في الجهاز الإداري وأنه بعضهم يمكن زي ما بيشير هنا في رسالته أجيال قديمة يعني التطوير بالنسبة له صعب لا هنتكلم على عملية التطوير في الجهاز الإداري بالنسبة للعاملين وتنمية مهاراتهم وحنشوف أنه قدامنا وقت على الأقل لأربع سنوات لتطوير مهارات العاملين في الجهاز الإداري فالمطلوب أنه كل مؤسسة حتطور العاملين فيها فترة لا تقل عن أربع سنوات وتنمية كل المهارات فده الحقيقة مش هيكون صعب جداً يا أستاذ أحمد وبنتمنك أنه القيادة السياسية والحكومة أكدوا أنه لابد أن يتم تطوير الأشخاص بشكل جيد يعني مازال الصفحة موجودة للسادة اللي هم يعني يحبوا أن هم يبعثوا لنا سؤال وإن شاء الله يعني نقدر أن احنا نجاوب عليه ولو ما أسعفناش الوقت أن نحن نجاوب عليه للحلقة دي نوعيدكم أن نحن دايماً في بداية كل حلقة هنجاوب أسئلاتكم موضوع الهيكلة عشان نوضح المسمى منها الهيكلة دي مقصود بيها تلت أنواع من التطوير أولاً تطوير المؤسسات ثانياً تطوير المنظومة الإدارية ثالثاً تطوير الشخص نفسه لو كلمنا على تطوير المؤسسات بنتكلم على حجم المؤسسات في مصر يمكن زي ما عشرنا المرة اللي فاتت 2449 مؤسسة وهيئة موزعين على 295 كيان فبنتكلم على جهاز إداري ضخم أحد الخطط اللي موجودة برضو في مخطط العبور الثاني هو تقليص عدد الوزارات إلى 22 وزارة بدل من 34 لو بصينا على عدد الوزارات في الولايات المتحدة الأمريكية بنتكلم على 12-13 وزارة في اليابان بنتكلم على 18 إنجلترا 15 ألمانيا 21 سنغافورة 21 بنتكلم على الصين أكبر تعداد للسكان في العالم 23 وزارة فكيف أن الصين بهذا الحجم من البشر وهذا الحجم من النمو الاقتصادي بيدرها 23 وزير في حين أن مصر بتعدادها الحالي بيدرها 34 إيه هنا الميزة في هذا الحجم الكبير وهل ده عائق ولا ميزة بالنسبة لأداء الوزارات عاماتا كل ما بيكسر المؤسسات كل ما البريقراطية بتزيد وكل ما البطء في إنجاز الأعمال بيبقى مشكلة لو شفنا السيد الرئيس مثلا بيتحرك فيه مشروع معين محور قناة السويس النهارده هيبقى وزارة الرئي لها دور والسياحة لها دور والصناعة والزراعة والتمويل فالنهارده بتعامل عشان مشروع واحد بتعامل مع شبابيك كتير وبالتالي النهارده تقليص المؤسسات في الدولة بيساعد في سرعة حركة وإنجاز المشروعات حرجعة تاني لمفهوم الهيكلة الهيكلة بنقول فيها هو تطوير المؤسسات زي ما قلنا هنا بتكلم من ناحية المؤسسات على شقين مهمين جدا تخفيض عدد المؤسسات الموجودة وتركيز عملها بمعنى إن أنا لو عندي تخطيط داخل عمراني داخل وزارة الإسكان وعندي تخطيط عمراني داخل وزارة التخطيط وعندي تخطيط عمراني داخل في أجهزة لازم ألم ده كله ويبقى عندي هيئة واحدة هي المختصة بالتخطيط العمراني هيئة واحدة هي المختصة بالنقل هيئة واحدة هي المختصة بالطرق والكباري هيئة واحدة خاصة بالتعليم عشان في النهاية يبقى فيه تركيز للجهود والإنجازات تبقى أسرع وأحب أفكركم برضو إن احنا معنا النهارده حوار شاك جدا مع ربان محمود مرزوق لإنه ده حيساعدنا نفهم فكرة النقل البحري وتشرزه من القطاع نفسه على وزارات مختلفة هو اللي مسبب المشاكل فيها يبقى ده من ناحية تطوير المؤسسات أو هيكلة المؤسسات تقليص عدد هذه المؤسسات أو تخفيض عددها الجزء الثاني وهو هيكلة المؤسسة من الداخل لو عندي المؤسسة مثلا فيها عشر إدارات أبدأ أبص على المهام ما بحسبش عشر إدارات ولا خمس إدارات ولا سبع إدارات لازم أبص على المهام إيه هي الوظائف اللي أنا عاوز أنجزها في المؤسسة دي وأبتدأ أحط إدارات على أساسها وأبتدأ أجيب ناس تشتغل في الإدارات دي على أساس المهم ما جايبش عماد وبعدين أدوره على الوظيفة لازم أشوف إيه المهمة اللي أنا محتاجها وهل عماد بعد كده ينفع ولا لا فموضوع هيكلة المؤسسات ده الحقيقة الفكرة الأساسية في موضوع الهيكلة اللي موجود حاليا في مصر وهو إعادة رسم الخريطة المؤسسية في مصر لأنه اتعداد كبير كده وخلينا أقول لحضرتك بعض الأرقام عشان برضو سؤال الست فاطمة اللي هي بتتكلم على ضرورة هيكلة الجاز إدارة إيه الميزة عني انت عارف حضرتك لما تخفضي وزير أو تقليلي أو تشتبي وزارة ده بيوفر لي مليار جنيه سنويا مكتب الوزير بالموظفين اللي حواليه بالعربيات اللي بيركبها بالمراسم بكل ده كل وزير تكلفته السنوية مليار جنيه فأنا النهاردة لما خفض عدد الوزارات من 34 إلى 22 وزارة طبقاً للمخطة بتاع العبوري التاني أنا النهاردة بوفر بس 12 مليار جنيه مصاريف الوزارة ده الجزء الأول يبقى إذن هيبقى فيه عائد مادي توفير للمال العام قدر أنه أنا أستغله فيه الاستثمار النوع التاني من الهيكلة هو التطوير الإداري هنا بتكلم بعد ما هيكلت المؤسسة عندي مثلاً عشر إدارات لغيت اتنين وضميت الناس اللي موجودة عشان الناس اللي بتسأل على مصير العاملين طيب لو أنا عندي النهاردة عشر إدارات عملتهم تمانية وشطبت اتنين هنا الشط بإدارتين ده حيوفر لي مال ويزود لي كفاءة التمانية التانية طيب الناس اللي موجودة المفروض في الهيكلة أنه العاملين اللي موجودين في الإدارات بيعاد النظر فيهم إلا أنا مش محتاجه المفروض يمشي ده الشكل الصحيح للهيكلة لكن البعد الاجتماعي في مصر هنا بيفرض أنه لا يمكن التخلص من العمالة وبالتالي القرار السياسي واضح جداً وتحركات الحكومة أنه لن يضار عامل في دخله أو في وظيفته وبالتالي ستتحمل الدولة العبئ المادي لحين الناس ما تخرج معاشاً بعد ما طورت منظومة المؤسسة دي لازم أطور منظومة العمل منظومة العمل اللي بتكلم فيها على الايه اللي منسميه سيستم إيه هي السياسات الجديدة اللي حنمشي بيها من مؤسسة إيه هي الآليات بتاعة التنفيذ للسياسات دي إيه هي البرامج اللي أنا هاخدها من وقت للتاني عشان أطور الأداء وأدرب الناس الإدارة هل النهاردة حنفضل في القرن الواحد وعشرين بنتكلم على سبل إدارة المؤسسات بالشكل الأوتقراطي أو بنسميه الشكل الدكتاتوري لا أنا شايف إن هي كده صح وما فيش لجان والرئيس بييجي بيماشي اللي هو عاوزه وبعدين رئيس تاني بييجي بيغير الكلام ووزير بييجي بيغير اللي قابله لا النهاردة عايزين نتكلم على دولة مؤسسات ليس لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرار بدون الرجوع للمتخصصين ليس لوزير الحق في تنفيذ سياسة بدون الرجوع إلى المتخصصين عشان في النهاية تبقى سياسات طويلة المدى قبل ما أدخل فيه التطوير الشخصي العاملين الحقيقة معنا سؤال من الدكتورة مها عبر رحمن بتتكلم هل الهيكلة دي هتاخد وقت وإيه في النهاية تتوقعه في خلال المرحلة دي وهل هيبقى فيه نفع ولا لأ والحقيقة بتصير نقطة مهمة جدا يعني خاصة أن احنا أيام قليلة بعد تشكيل الوزاري الجديد والنهارده ضاف وزارة جديدة فإيه علاقة ده بالهيكلة فخلينا نسمي السؤال الجزئتين الجزئة الأول وهو الوقت طبقا لمخاطط العبور التاني وده اللي جاري تنفيذه حاليا أنه القانون 18 في عادة الهيكلة بتتم على أربع سنوات أول حاجة بركز على هيكلة المؤسسات زي ما قلنا ضم أو فصل إدارات على حسب احتياج الدولة فلو عندي إدارة ملهاش مهمة بلغيها طيب الناس اللي موجودة ببتدي أوزعهم على إدارات تانية أشوف أقدر أستغلهم إزاي الجزء التاني وهو البشر العاملين في المؤسسات دي لابد أن أنا أعيد تدريبه أزوده مهارات جديدة عشان أنا النهارده داخل فيه استراتيجية جديدة فلازم بطور المؤسسة أطور الشخص اللي شغال فيه طيب فاضل عندي بعد كمان وهو بعد التشريعي اللي هي اللوايح والقوانين لما النهارده أبقى قادر أن أنا أطور المؤسسة كإدارات وقطاعات أطور أسلوب عملها وأطور الشخص اللي شغال فيها وأطور اللوايح والقوانين إذن ما بقاش عندي صغرات ممكن ألاقي منها بعد كده إهضار للمال العام تهريب أموال فساد إلى آخر فالفكرة الهيكلة دي ما حتطلها أربع سنوات اللي همنا هنا أو بيهم السادة المشاهدين هو إنعكاسها على المواطن أو العامل فيه جهاز الإداري أول سنة بدربه على كل المهارات اللي هو محتاجها باجي في السنة التانية أبدأ أقيمه بقى بتقييم أشد شوية وأشوف إيه اللي محتاجه مع التقييم ده ممكن يحتاج مهارات جديد أزوده يبقى في السنة التانية والتالتة أبدأ أن أنا أقيمه تقييم محسوب تبقى للوصف الوظيفي؟ تبقى للمهام اللي ما حتطاله في الوصف الوظيفي وفي نهاية السنة التالتة بديله تقرير عام إذا حصل على تقدير جيد فيما فوق بيكمل معانا إذا حصل على تقدير ضعيف في السنة التانية والتالتة إيه مصيره؟ هنا مصيره زي من القانون بيقول أنه حيتم نقله إلى إدارة أخرى بنصف المرتب يعني حيتنقل مدير عام حيتنقل مدير عام في إدارة تانية لكن بنصف المرتب وبدله فرصة سنة بعد كده بيتم التخلص منه من المؤسسة ولازم الحقيقة ده كثقافة لازم تغير لأنه موضوع أن احنا بنشتغل في القطاع العام وحدش يقدر يمشيني النهاردة الدولة بتخسر فلوس كتير نتيجة الأداء المتراهل للجهاز الإداري لابد لهذا الجهاز الإداري زي ما قلنا بياخد 28% من الموازنة يبقى لازم يكون فيها عائدة على الدولة إيه هو العائل على الدولة النهاردة من الجهاز الإداري؟ لا شيء فالدولة بتدفع التلت الموازنة النهاردة وما فيش عائلة حتى المواطن البسيط ما بياخدش خدمات موضوع الجزء الثاني من سؤال الدكتورة مها عبد الرحمن بتكلم عن تشكيل الوزاري الجديد الحقيقة يعني طبقاً للمخطط العبوري الثاني إحنا بنقول إنه زيادة أي وزارة في الوضع الحالي بيعتبر خطأ إن لم تكن مدروسة دراسة كاملة بمعنى إن أنا النهاردة زودت قطاع الأعمال هل ده الزيادة أو الوزارة الجديدة دي هدفها الأساسي إن أنا بيع الباقي من شركات القطاع العام ولا هدفه تطوير القطاع العام ومحاولة رسم سياسة جديدة للاستثمار وتنشيط حركة القطاع العام في مصر وزيادة كفاءته فحنبدأ نشوف ده في المرحلة اللي جاي اعتماداً على سياسة السيد الرئيس والحكومة والهدف الأساسي من الوزارة الجديدة لكن خلينا نتكلم في المجمل إنه العالم المتقدم إدارياً والعالم المتقدم اقتصادياً وسياسياً وكمنظومة مش كل ما يبقى عندي مشكلة أو معملاء وزارة مش ده الإسلوب اللي مندير بالدولة عندنا وحد لحضراتكم مثال قلنا دايماً التعليم الفني جزء من التعليم والتعليم العالي جزء من التعليم العالم كله المتقدم فيه هي وزارة التعليم واحدة لما يكون أنا عندي قطاع التعليم الفني وقطاع التعليم ما قبل الجميع وقطاع التعليم العالي ثلاث قطاعات في وزارة واحدة وبقول إن هم مش مدين اهتمامه ومشتغلوش مع بعض كويس إذا كنت إنت جوى الوزارة ثلاث قطاعات جنبه بعض ما بتشتغلوش مع بعض كويس لما اطلع الوزارة الواحد هتشتغلوا مع بعض هيبقى صعب لانه في ميزينات مختلفة في استراتيجيات مختلفة فسياسات مختلفة مش هقدرنا جمعها وبالتالي لو انا برد من جهة التخطيط الاستراتيجي خطأ كبير ويمكن انا يعني اتكلمنا في الجزئية دي السنة اللي فاتت لما حصل تأسيس وزارة لتعليم الفني قلت ان ده خطأ كبير وبعد كده تم إلغاء الوزارة لانه مش هنعد كل ما يحصل عندي مشكلة في قطاع او ما عمله وزارة فالاجابة هنا يعني وجود وزارة جديدة لهذا القطاع خطأ كبير وحيزود نفقات الدولة احنا قلنا بتاخد 28% من الموازنة النهاردة هحطوله وزارة جديدة فده الحقيقة خطأ الجزء الثالث من موضوع الهيكلة في عجالة هو التطوير الشخصي لازم النهاردة عمليات التطوير الاداري تكون ماشية في مصار متوازي بين المؤسسة بأهداف برؤيتها بمهمها باستراتيجياتها مع الشخص نفسه او العامل احنا ليه دايما بنحس انه في المؤسسة بتتحرك بشكل سريع لكن العامل ما عندوش طموح لانه هنا بقى فيه فجوة كبيرة بين التطوير الشخصي والتطوير المؤسسي انا ركزت على المؤسسة اللي حتطلها قليات ورؤيا عظيمة لكن انا سبت الشخص مهمل ما ديتلوش الدافع الشخصي انه هو يجب وهنا بنتكلم على التحفيز سواء كان تحفيز مادي او تحفيز معناوي بنتكلم على محاولة فهم الاشخاص عشان يساهم معاك اللي عايزين يقوله في التطوير الشخصي ان تطوير المنظومة الادارية بتمشي في مصارين متوازيين تطوير منظومة المؤسسة تطوير منظومة الادارة والعمل فيها وتطوير منظومة الشخص نفسه هنا لما يبقى عندي الشخص نفسه عنده طموح لتطوير المؤسسة بتاعته شركة ما والادارة عايزة تطور الشرك والمؤسسة نفسها بهيكلها بيساعد في هذا التطوير فلاقي الشخص الادارة المؤسسة كلهم بيتحركوا في نفس الاتجاه ده بشكل مختصر موضوع الانواع الهيكل ليه احنا محتاجنا طبعا احنا عندنا معدلات الفساد عالية جدا فيه في مصر يمكن في تقرير منظمة الشفافية احنا بنتكلم على ترتيب مصر 141 من 168 دولة في الشفافية وعندنا بعد كده في بعض التقارير مصنفين رقم 14 على مستوى العالم في معدلات الفساد الكفاءة الانتاجية منخفضة جدا فانا محتاج ان انا ارفع الكفاءة الانتاجية محتاج ان انا اوفر كتير من الاموال اللي يتم انفقها على الجهاز الاداري والجزء التالت حتى تعاون القيادة السياسية وبقية القطاعات في تحسين الوضع العام للاقتصاد المصري بشكل مختصر مش عايزين الناس تقلق من موضوع الهيكلة موضوع الهيكلة بالعكس حيكون مفيد ليه جدا مفيد ليه من التطوير الشخص زي ما قلنا مفيد لمنظومة الادارة ومفيد لمنظومة المؤسسة المفروض ان الجهاز الاداري المصري اللي محتاجها مصري لا يتعدى اتنين وتسعة من عشرة مليون احنا النهاردة عندنا ستة وسبعة من عشرة مليون فمحتاجين في جزء لازم يمشي ستين في المية لكن ده مش هيحصل وبالتالي النهاردة محتاجين ان احنا نشتغل عشان نحسن الاداء العام للدولة ففقرات اخرى ان شاء الله هنتكلم بتفصيل اكتر عن تطبيق منظومة القانون 18 للخدمة المدنية وآليات جديدة لتطوير الجهاز الاداري وعمليات التسقيف والتدريب والتنمية الشخصية عشان في النهاية تبقى انت كشخص لك طموح مؤسستك لها طموح الادارة لها طموح وكله بيصب في رؤية مصر في القرن الواحد وعشرين طبقا لمخطط العبور الثاني الفين حداشر الفين ستين ترجمة نانسي قنقر